التاسع بتوقيت القهرة السابع بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير كافة الموارد المالية اللازمة لتجهيز مدينة شرم الشيخ على أعلى مستوى للصدفة القمة العالمية للمناخ كاب 27 في شهر نوفمبر القادم على نحو يعكس ما كانت مصر جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء وأعدد من الوزراء المعنيين لمتابعة أعمال اللجنة الوزرية العليا للأعداد لاستضافة مصر للقمة ووجه أيضا بزيادة استخدامات الطاقة النظيفة بالمشروعات القومية وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللجنة الوزرية عرضت أهم محاور قمة شرم الشيخ القادمة والنتائج المرجوة منها وكذا التنسيق الجاري في هذا الإطار مع الرئاسة البريطانية الحالية للمؤتمر أعلن مجلس الوزراء أن الحكومة تواصل تقديم ما يلزم من مساعدات ودعم للسائحين الأوكرانيين الذين انتهت فترات البرامج السياحية لهم في مصر وأوضح المجلس أن أوجه الدعم تتمثل في مد فترة إقامة السائحين الأوكرانيين الذين انتهت فترة إقامتهم في نفس الفنادق المقيمين فيها وتم تحمل تكلفة الإقامة وأضاف المجلس أنه تم التوافق على تسيير رحلات من شركتي مصر للطيران وإيركايرو لنقل السائحين الأوكرانيين إلى دول الجوار الأوكرانية على أن تتحمل الدولة تكلفة الرحلات الجوية كما أعلن مجلس الوزراء أنه حتى الآن تم نقل نحو أربعة آلاف سائح أوكراني أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج ألف واربعمائة واثنين وثلاثين متعافيا من فاروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد طلقهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفاروس إلى أربعمائة وتسعة عشر ألف وثمانمائة وأربع وتسعين حالة وأوضحت في بينها اليومي أنه تم تسجيل ألف ومائة وثلاثة عشرة حالة جديدة ثبتت إيجابية تحليلها للفاروس ومتحوراته لفتاء إلى وفاة عشر حالات جديدة قال الرئيس الأوكراني فلوديميل زيلنسكي أنه تحدث هاتفيا مجددا مع نظيره الأمريكي جو بايدن وقال زيلنسكي أن الاتصال جاء في إطار الحوار المستمر مشيرا إلى أنه شهد بحث قضايا الأمن والدعم المالي لأوكرانيا وتواصل عقوبات ضد روسيا وذكر بيان للبيت الأبيض أن الرئيس بايدن أشار خلال الاتصال إلى أن إدارته تزيد من المساعدات الأمنية والإنسانية والاقتصادية لأوكرانيا وتعمل عن كثب مع الكونغرس لضمان توفير تمويل إضافي أعلنت كوريا الشمالية أنها أجرت تجربة جديدة لتطوير قمر صناعي لأغراض الاستطلاع وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية أن الهيئة الوطنية لتطوير الفضاء الجوي وأكاديمية علوم الدفاع قامت السبت باختبار آخر بهدف تطوير قمر صناعي للاستطلاع وكانت بيانج يانج قد أجرت سبع تجارب على أسلحة في يناير الماضي بينها أقوى صاروخ لها منذ 2017 قبل تعليق التجارب خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين أعلن مجلس النواب العراقي فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية اعتبارا من اليوم الأحد ولمدة ثلاثة أيام وأوضح بيان للمجلس أنه من ضمن الشروط الواجب توفرها في المرشح أن يكون عراقي المولد ومن أبوين عراقيين وأن لا يقل عمره عن أربعين عاما وكان مجلس النواب العراقي قد صوت في وقت سابق بالأمس خلال جلسته الثالثة برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي على فتح باب الترشيح من جديد لمنصبي رئيس الجمهورية أما رياضيا ففاز الأهل على المريخ السوداني بثلاثة أهداف مقابل هدفين في لقاء مؤجل من الجولة الأولى بدور المجموعات لدور أبطال إفريقيا وسجل ثلاثية الأهل محمد شريف بواقع هدفين في الدقيقتين الثانية والرابع والثلاثين ومصطفى كرشوم لاعب المريخ بالخطأ في مرمى في الدقيقة السادسة والسبعين ويعد الفوز هو الأول للأهل في دور المجموعات ليرفع به رصيده إلى أربع نقاط ويرتقي إلى المركز الثاني في المجموعة وهو نفس رصيد المريخ الذي تراجع للمركز الثالث فيما يتصدر المجموعة سانداونز الجنوب إفريقي برصيد سبع نقاط ويتذيلها الهلال السوداني بنقطة وحيدة نهاية موجز التساعد دلوقتي هنرجع لأحمد وهدير عشان يكملوا بقية فقرة الصباح الخير يا مصر إليكم شكرا لك يا ليندا